اشتركوا في القناة الى جوار الكريم المنان رحلا وترك ارثهما الخير من المودة والمحبة والتقدير فاللهم اجمعهما في جنتك وبجوارك كما جمعتهما في الدنيا على الخير والطاعة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله كن دائما الحب والتقدير لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الراحل رحمه الله إذ لطالما ما أعرب فقيد الوطن رحمه الله عن سعادته لزيارته بلده الثاني دولة الكويت الشقيقة ولقائه بأخيه أمير دولة الكويت الراحل إنما كنه الصاحبان لبعضهما من مودة ومحبة على المستويين الشخصي والرسمي انعكس على لقائهما في الكثير من المحافل إذ استذكر دائما صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله استذكر سمو أمير الكويت الراحل بالعرفان والتقدير والإكبار نظيرا للمواقف المشرفة لدولة الكويت بقيادة سموه رحمه الله مشيدا في الوقت ذاته بالموقف الكبير للفقيد الراحل تجاه مملكة البحرين وكان فقيد الوطن رحمه الله يؤكد دائما أن دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا يحظون بموقع متميز في مشاعر الود والتقدير بنفوس الشعب البحريني المحب وبعد أن حل الفرق وتوفى الله أمير دولة الكويت الراحل رحمه الله أعرب فقيد الوطن رحمه الله عن حزنه العميق لوفاة أمير الكويت وأعبر عن محبته لصاحبه الودود والقريب بقوله إنه كان قائدا حكيما وأميرا للإنسانية وأن غيابه يشكل خسارة فادحة للأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع إذ ما قدمه للإنسانية من عطاء سيخلد في صفحات التاريخ وها نحن اليوم نعتصر ألما ومرارة عليك يا فقيد الوطن بالأمس فقدنا صباح واليوم نفتقد خليفة بن سلمان رحمه الله نفتقد الصاحبين الذين تشكل خسارتهما أمرا مرا لشعبي البلدين الشغغين ويبقى عزاؤنا في هذه الدنيا أنكما رحومان والآن بين يدي أرحم الراحمين قلوبنا لتحزن وإن عيوننا لتدمع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر